النهاردة بتحتفل عدد من الكنائس بعيد الميلاد المجيد دقت الأجراز الساعة 8 وأبرز هذه الكنائس الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأسقفية وكمان تحتفل كنيسة الروم الأورثوزوكس بكرة الصبح بمنطقة الحمزاوي تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد الجديد النهاردة عيد الميلاد المجيد بعام جديد يترأس القداس الأنبى إبراهيم إسحاق قداس عيد الميلاد المجيد بكترأية السيدة العزراء مريم بمدينة نصر ويستقبل بكرة الصبح المهنئين بعيد الميلاد المجيد السنة جاية تكون سنة كلها خير وسعادة ومحبة على الجميع لأنه السنتين اللي فاتوا بكل تأكيد كانوا سنتين صعبين كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتدعيات كتير على العالم كله ومصر بالتأكيد جزء من العالم لكن الحقيقة أنه الاحتفالات بالعام الجديد احتفالات مبهجة بتخلينا كلنا نكون متفقلين إن شاء الله بأنه يكون عام سعيد على الجميع عام يعني تملأه المحبة والرحمة بإذن الله كل سنة وكل مسيحي العالم ومسيحي مصر وبالتأكيد يعني كل صحة وسلامة ودايما المصريين شعب واحد مترابط ومتماسك بننقل لحضراتكم صور حية من الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد هنتابع مع حضراتكم على مدار الحلقة ودي صور حية من الفاتيكان والاحتفال بليلة عيد الميلاد المجيد هنتابع مع حضراتكم على مدار الحلقة الأجواء الاحتفالية الكبيرة بعيد الميلاد المجيد ويعني إن شاء الله نتمنى يعني للجميع الصحة والسعادة والسلامة والمحبة في العام الجديد إن شاء الله العالم تسود الكثير من المحبة والسلام لأنه جميعا إحنا في حاجة لده بعد السنتين الصعبين اللي إحنا بنعدي بيهم ولسه الحقيقة تدعيات كل ما يحدث ثواء الحرب الروسية الأوكرانية أو كمان أزمة كورونا لسه العالم بيعاني منها كل سنة وكل مسيحيين مصر بخير وصحة وسلامة نتابع مع حضراتكم الأجواء الاحتفالية دي على مدار الحلقة لكن خلوني دلوقتي أروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع بعده نبتدي حلقتنا موسيقى 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 موسيقى